السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم تابعنا العزيز في فيديو جديد هذا الفيديو سوف نحاول ان نشرح منسة البيبال ما هو البيبال لماذا نحتاج البيبال وكيف يمكننا استخدامه لما عرفت المزيد انقل على سبسكرايب وبقو معنا موقع البيبال هو عبارة عن بنك الكتروني يوفر لك دفع الفواتير الشرع عبر الانترنت وفي نفس الوقت يمكنك استخدامه لاستقبال الحوالات المالية ارسال حوالات مالية يمكنك ايضا استعماله في تسوق الاستخدامه في دفع الفواتير الى الانترنت مثلا والعديد من استخدامات البيبال هناك نوعين في عندك الحساب البزنس يمكنك استخدامه في لامور مثلا التجارة الاكترونية بحيث يوفر لك مثلا العديد من viele وهي مثلا فواتير اهم ضمان يعني حماية وما غير ذلك في نفس الوقت في عندك البيبال او الحساب البيبال للاستخدامه الشخصي يمكنك استخدامه مجانا ومثلا دفع الفواتير مثلا شرع اونلاين سواء على منصة وهي منصة عملاقة مثلا الامريكية وفرنسية ما غير ذلك كلها تدعم حساب البيبال ويمكنك الشراء سواء باستخدام الرصيد على البيبال يعني شخص يرسل لك المال على البيبال بطلاقا فقط من الايميل او استخدام مثلا بطاقة كريدت كارد او ماستر كارد ما غير ذلك ايضا البيبال مدعوم على شو بيفاي يمكنك استخدامه في منصة شو بيفاي اذا عندك مثلا متجر الكتروني فيمكنك استخدام البيبال على شو بيفاي يمكنك استخدام اي شخص يقوم بالشراء من متجرك سوف تتوصل بالمنع على وايضا استخدام هو على وو كوميرس وو كوميرس هي نفس تقريبا برنامج شو بيفاي يعني يمكنك انشاء متجر الكتروني سواء على منصة الورد بريس الى او سكريب اخر فالبيبال لماذا بايبال يعني خيار دفع مثالي لانه بكل بساطة في عندك ضمان مثلا انت الشخص قمت بالشراء باستخدام البيبال في عندك مثلا تقريبا على ما اضن ثلاثة اشهر حماية يعني يمكنك استرجاع المال في حال تم النصب عليك مثلا قمت بشراء بشراء هاتف مثلا على اي باي وتبين ان الهاتف لا يشتغل او مثلا هناك عيب او هناك مثلا مشكلة اللي لم تتوصل بالمنتج فقط تفتح تذكرة وتوفر كل الادلة وسوف يتم ارجاع المال اليك اضي ايضا اذا تم اختراء حساب البيبال مثلا وصريقة المال اي شاء الى ما ذلك فلا قدر الله يمكنك ان ترسل البيبال والصف يتم ارجاع الرصيد غير ذلك البيبال عليه الكثير من الحماية ودائما هناك مثلا مجموعة من الامور يمكنك القيام بها لكي تحمي حسابك فكيف مثلا نسجل في الموقع تنقل على السيناب وتقوم بانشاء مثلا حساب برسونل مسألة بسيطة اخذ تقريبا خمس دقائق لقيام هذه المسألة نحن سنسجل الدخول لانه لدينا مسبق على الحساب سببنا على هذا الشكل في عندك مثلا اذا كنت اريد ارسال المال لشخص ما وهي تقوم بانشاء مثلا رابط وهذا الرابط بناء على هذا الرابط او بناء على الدعوة التي انت ترسلها للشخص عن طريق الايميل يمكنك ان تتوصل بالمال مثلا تطلب من هذا الشخص مثلا يرسلك عشر دولار عشر دولار واذا نقل على الرابط وقام بتأكيد المعلومات او يمكنه ارسال لك المال اه بيو اكتيبيتيز يمكنك اه مراجعة كل الفواتير مثلا عملية شراء التي قمت بها والايداع مثلا الحوالات المالية التي قمت بها مثلا اه مناج السيميت اذا كنت تود مثلا تقدير كم ستكلفكم مثلا الفاتورة ومثلا الشحن الى ما غير ذلك وهنا عندك مثلا الحسابات البنكية والبطاقات الى ما غير ذلك الجميل في اه هو انه يمكنك استقبال المال عن طريق مثلا تبرعات مثلا تقوم بانشاء اه رابط وهذا الرابط اي شخص يدخل على الرابط ويقوم بكتابة المبلغ وبعض المعلومات الحسابية خاصة بالحسابية يمكنه ان يرسل لك المال اه اذا كان عندك مثلا رصيد على البيبال كل ما تقوم بلك يتحول هذا الرصيد الى الحساب البنكي نقوم باختيار البطاقة البنكية والحساب البنكي لدينا نقوم بكتاب كتابة المبلغ الذي نورد ارساله ونقع على نيكست نقوم بترانسفر ناو نقوم done وسيتم ارسال المال الى حسابنا البنكي في خضام تقريبا 24 ساعة بدون اي عمولة بدون اي فيز وفي بعض الاحيان بعض البلدان يجب عليك ان تدفع مثلا فواتير او تدفع مثلا عمولة لبيبال ولكن في بعض الاحيان ليس دائما اه هذا كان الشرح بسيط للبيبال انه مسألة ضرورية يكون عندك البيبال في هذه الاوقات لانه اه يتم دعمه على جميع المنصات يبقى مسألة ضرورية يكون عندك البيبال لانه يمكنك مثلا انشاء المرجر الالكتروني يمكنك مثلا البداية الربح من الانترنت ونحن في القناة نشارك مجموعة من الفيديوهات اه حول الربح من الانترنت وبضروري يكون عندك بيبال لانه لكي تبدأ العمل على الانترنت هذا كان فيديو شرح بسيط خفيف اذا كانتكم استفسار اكتبوه في تعليقات دونتم في رعاية الله واحفظي